كل ما أمريكا تغير سياساتها بالمنطقة أو تسحب قواتها من أماكن تواجدها نشوف الفصائل المسلحة وقادتها وناطقيها وزبابيقها ولواحقها يحشون بنصر مؤذر وإذلال للعدو الأمريكي وإجباره وهزيمته ومو بعيدة الحماوة تصعد إلى أعلى مستوياته ويبدون يحشون عن تنازلات أمريكية ووساطات دولية لتهديئة انفعال الفصائل المسلحة وتهديئتها لعدم سحق القوات الأمريكية وطردها من المنطقة وقرأت آسيا بأجمعها وتعرفون أنت الفرارات السابقة اللي وعدون بيها ابتداء من محاكمة ترامب ومرورا بتهديد المصالح الأمريكية وزالت إسرائيل من الخارطة وانتهاء بساعة المنازلة الكبرى ما لأبو ألا الولائي اللي من قبل ثلاث سنوات اقتربت من بدايتها والآن لا أبو ألا ولا مسحاته وحتى جماعة يعرفون أحجامهم ويقتنعون بواقعهم الفارغ نحب نبشرهم أنه أين سحاب أمريكا من البلد ماكو وكل واحد يقشمركم بهذا الحشي فهذا عقل رياني الخلداني وكل شي ما يفتهم وكل واحد يقول لكم أنه هذا البلد بي سيادة أو أكو دولة بي قلوله أنت تشرب وتشرب نوبات شثير لأنه البلد المليان سلاح ومليان فصائل مسلحة موالية لدولة ثانية فهذا البلد مستحيل يقوم على حيله ومستحيل يصير براسه خير